سباح الخير لكل المشاهدين اللي اندموا لقلنا مثل كل نهار تانين فقرة علم الجريمة بتطل عليكن واليوم موضوعنا اكيد رح نتناول اشياء بتتعلق بعلم الجريمة ولكن رح نروح شوي على المنحة الميلادة مع الاب توني ساسين المرسل اللبناني من المشهدية العامة للسجون بلبنان لنحكي عن نشاطات المشهدية خلال السنة وخاصة بفترة الاعيد سباح الخير ابونا سباح الخير سيد باميلا يعطيكم العافية انا بعرف قدير شغلكم على الارض صعب ولكن تحية للكم تحية لكل شخص بيشتغل ضمن اطار السجون يعني الله يعافيك بداية سمحيلي اول شي عيد استفيد من وجود بياناتكم هون كرمال عيد كل المشاهدين وكل اللبنانيين بهالأعياد المجيدة وان شاء الله هالأعياد هايدي بتكون أعياد سلام وخير على وطننا لبنان وعلى الشرق الاوسط هلا اكيد امين امين ابونا هيك بداية بس لنعرف المشاهدين لكل الاشخاص اللي ما بيعرفوا مين المرشدية العامة للسجون انا شو عملها هيك بتعريف جدا بسيط المرشدية العامة للسجون بحسب نظامها الداخلي المجلس البطاركي والأسائفي الكاتوليك بلبنان هو يلي انشأها وتتبع اللجنة الأسقفية عدالة وسالين هي بتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ومجلس البطاركي والأسائفي الكاتوليك بلبنان ممثل بالمرشدية من قبل أحد الأسقفية اللي هو اليوم سيادة المطران مارون العمار منوجه له التحية وهدف المرشدية هو بداية تجسيد تعليم الكنيسة الكاتوليكية والقيمة الإنجيلية بعالم السجون احياء الاحتفالات الدينية والنشاطات والخدمات الروحية على انواعها السعي لمساعدة السجنة من كان راشدين أو أحداث وعائلاتهم وأهالي الضحايا وكل هالناس هول وتأمين المساعدات يعني حجاتهم الإنسانية من اجتماعية وأنونية وصحية وأكيد دورنا الأساسي هو الدور الروحي بهالعيال هيدا والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والسجون والتنسيق معها بسبيل متابعة السجين وظروف السجين محل ما هو موجود كمرشدية عامة للسجون أبونا بتفوتوا على كل سجون لبنان وعلى كل مراكز التوقيف أو لا في مراكز توقيف أو سجون أنتم ما بتكونوا عم تدخلوا عليه لا كمرشدية عامة للسجون أكيد منفوت على جميع السجون لدينا بلبنان بجميع المناطق من دون أي استثناءات وأكيد بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي أكيد مشكورة على الجهود بموارد قليلة وأدي السجون بحاجة كمان لموارد بشرية وموارد أساسية لا تقدر تكمل قبل ما شوفت بشو الخدمات اللي بتقدموها أبونا صحيح مثل ما بنسمع وكل المجتمع يعني بأيت فكرة أنه السجون هي مكان ليس آمنا للأشخاص الموجودين جوها وهي قنبلة موقوطة داخل المجتمع اللبناني لأنه هي مجتمع مصغر عن المجتمع اللبناني اللي هو برا اللي عم يعاني من أزمات في سجون تعتبر أو في مراكز تعتبر أحسن من غيرها وليش عادة بتكون أحسن من غيرها هو اللي هو لأنه المكان غير أو العدد الأشخاص بيكون غير كمان إذا فينا نحكي عن أعداد السجنة الموجودين بالسجون إذا عندك معلومات هلأ يعني أكيد إذا كان مجتمعنا سبق وتفضلتي وقلتيا وسبقتيني أنه مجتمعنا كله سوا هو أمبلة موقوطة كيف بالأحرى السجون يعني هو هيدا المكان يلي عنا يا بلبنان بين هلالين بدي حطه هيدا الغابات يلي ما بعرف مين عايش فيها وكيف عايش فيها ففي عنا مشكلة كتير كبيرة بالسجون هلأ السجون أكيد بتختلف ظروفها عن غيرها وهيدا الاختلاف بيجي بحسب أول شيء الاكتزاز يلي بيلعب دور كتير كبير بقلب السجن بحسب ظروف موقع السجن وين بيكون بحسب إدارة السجن الناس يلي هني عم يخدموا هالسجنة بهيدا المحال كلهم هول إشياء بيلعبوا دور بالنسبة لموضوع الأمن تبع السجن وأمن الناس يلي موجودين فيه هيدا الشيء جدا طبيعي وفينا نعطي أمتل كتير يعني فيه سجون معروفة عنا بلبنان هي إنبلي موقوطي فعلا وأوقات كتير بيطلع أخبار من هالسجن لبرة من دون ما نسميها وفيه سجون حتى ما بنعرف أنه نحن بمنطقة هالقد رائية ممكن يكون فيه ناس جوها موقوفة أو مسجونة بجرائم معينة وبالتالي كرميل هيك عم بقول أنه حسب الظروف يلي بتلعب دور بهيدا الموقع نعم غير الخدمات الروحية يلي يمكن معقول هلأ رح نحكي شوي عن هلأ القدديسة اللي رح تقام والرسالات خلال فترة الأعيات فيه خدمات اجتماعية ونفسية وتبية بتقدموها كمان كمرشدية؟ نحن طبعا كمرشدية منقدم خدمات صحية بالإشياء اللي بتتوفر بين إيدينا لأنه فيه كتير ناس أوات بتكون بحاجة لدوة منأمل لنا الدوة منأمل لنا يعني لالي الطبية أطبة فيه عندنا خدمات اجتماعية وهذا الشي كتير بديهة حتى فيه حاجات بيكونوا عايزين السجناء منشتغل لحتى نكون عم نأمنها هون فيه أيادي بيضاء بتكون عم بتساعدنا أوقات كمان هالإشياء ما بتكفي نرجع من نحاول إنه نأمن إشياء معينة لأشخاص لحتى إنه يقدروا يكملوا بحياتهم بهيدا المحال يلي هي للأسف وضع استثنائي جدا يعني إذا البلد كله عم يمروا بوضع استثنائي كيف بالأحرى السجن صحيح فيه عندنا نشاطات لكينا صحية فيه عندنا نشاطات اجتماعية بين السجنة وبعيالون فيه عندنا نشاطات أنونية لأنه أوقات كتير منصير نتابع أمور إخلاقات السبيل والمحاكم وبالطبع الأشياء الروحية والدينية هي شغلنا الأساسي يلي دايماً منكون موجودين لحتى نكون إن كان عم نعيش نحنا وهالسجلة الحياة الروحية بحسب الزمن الطقسي أو المرافقة الروحية يلي السجين بيكون بحاجة لإله لحتى يكون عم يمرق أزم معينة كنا عم نحكي يا أبونا تحت الهوى شوي عن موضوع برامج إعادة التأهيل وللأسف بلبنان ما في برامج واضحة بتتعلق بإعادة التأهيل الفعلة يعني بس يظهر الشخص من السجن يكون مؤهل لأنه ينخرط بالمجتمع اللبناني ويكون قادر يشتغل ويصير منتج لا يقدر خلاص يرجع يتأقلم عم تشتغلوا شي على برامج تأهيلية وخاصة برامج تأهيلية روحية لأنه الروحي كتير بيلعب دور أساسي بعلم الجريمة بتكوين الشخص على صعيد النفس تعرفي شغلة باميلا أنا كتير بتألم لما شوف دولتنا كيف بتشتغل يعني دولتنا موجودة ومش موجودة ونحن بدنا نشتغل محل الدولة وقتها منطلع لبرة على أوروبا على أمريكا منلاقي السجون يلي هي موجودة برة وكيف بتساعد وبترافق هالإنسان يلي ارتكب جريمة بطريقة معينة لحتى تكون عم ترجع تعمله إعادة تأهيل وإعادة دمج بالمجتمع لتساعده تيكون إنسان مفيد بمجتمعه منطلع نحن بدولتنا هون في عندنا هالسجون هون يلي وضعون كتير مزرع ويلي وضعون للأسف تحت مستوى العيش بيكون أوقات إنسان فايت على السجن ما بدي أقول يمكن أنه بيكون موقف أو موقف للمتابعة التحقيق يعني حتى يمكن بيكون أنه إنسان درب حدا بالسيارة وتوقف ونسجن ولكن هذا إنسان ما أنه مجرم بقصد أنه يعمل جريمة ما في النية يعني بس يفوت على السجن ما بعرف شو بيطلع من السجن ومين بيشوف جوا وعمين بيتعرفوا وأي نوع من الإجرام يلي بيتعلموا جوا هيدا الشي خلينا نكون عم نفكر إنه نعم نحن بحاجة إنه نكون عم ناخد دور الدولة ونفكر بإعادة تأهيل لهالسجناء هيدا وإعادة دمج لإلهم بالمجتمع أنا بصراحة هكي عم بحاول أشتغل على هيدا الموضوع ونشكر الله إنه عم بلاقي مؤسسات عند الجرأة إنه تكون عم تتعاون معي أو معنا كمرشدية لحتى ترجع توظف هول الأشخاص نحن وعم نعمل لهم تأهيل ولكن لحتى نبلش بهيدا المشروع في عنا شوية عخبات عم نشتغل علي يلي هو مثلا بعطي على سبيل المثال بدنا ما كان لنكون عم نحط السجنة فيه هون فيه مصاريف هائلة بدأت تكون عم تتأمن وبالتالي بدنا نكون عم نشتغل على البروجي بشكل إذا فيه سميه إدارة وأوراق وأوانين وأنظمة وبشكل مادة تنقدر أنه نكون عم نشتغل على هيدا الموضوع ولكن البيزيكس يلي نحن بحاجة إلا نسبة للعلاقات يلي موجودة ونسبة للأشخاص نشكر الله موجودة وبدنا أنه هيك الظروف شوية صغيرة بهالبلد تساعدنا لنقدر نكون عم نشتغل على هيدا الموضوع بطريقة تانية غير ننسى أبونا كمان العقبات القانونية لأنه فعلنا سجل عدلة كمان رح يضال فيه على نقطة صودة وفي كتير عقبات قانونية كمان يمكن هون دور مجلس النيابة يكون عم بشرع قوانين بتسمح كمان بإعادة اندماج هؤلاء الأشخاص يعني كمان المجلس النيابة عليه دور كتير مهم بتطوير القوانين يلي طعنا بهول الأشخاص وبالأوضاع حاليا شو عالنا بفترة الأعياد بما أنه نحن هلق بكريسماس وكمان هؤلاء الأشخاص بحق لهم أنه يكونوا عم بعيدوا بغض النظر عن ارتكابهم للجرائم شو في نشاطات داخل السجن خلال فترة الأعياد؟ خلال فترة الأعياد في عنا نشاطات كتير بالسجون أكيد في عم نجيب بيش وفي توزيع شوكولات وفي توزيع مغلة بحب مثلا أحكي عن هلق هولي بيش وشوكولات بكل سجون لبنين في عنا المغلة اللي بدوا يتوزع مبدئيا بسجن زحلي هلق هذه مفاجأة للشباب يمكن تكون في عنا بمبنى الأحداث رح يكون في عندهم حفلة رح نجيب لهم ماجيسيان ويتغدوا كلهم مبنى الأحداث برومية؟ مبنى الأحداث بسجن رومية للأسف بسجن المركزية دايما نشدد للأسف أنه بسجن رومية ويلي ناترينه على أحر من الجمر أنه يصير بالوروار هلق هذه من ناحية الأشياء الاحتفالات الشكلية أنا بحب سميها أكيد في عنا كمان عند القاصرات هداية بدأت توزع مع أكيد شوكولات وفريانديز هلق من الناحية الروحية أكيد نهار العيد ونهار عيد راس السنة ونهار عيد الغطاس رح يكون فيه أدسات بكل السجون في محلات الكهنة رح يكونوا عم يحتفلوا بالأدسات في محلات أساقف رح يكونوا عم يحتفلوا بالأدسات في عنا ريستال كمان بده يصير في عنا التسعوية كمان رح تصير بالمبدأ هيدا الأشياء يلي رح يكونوا عم يعيشوا السجنة عنا بلبنين هيدا السنة طيب أبونا في مشاركة للسجنة يعني هل السجنة اللي قاعدين جوه في مشاركة هدي مش أول سنة بتعملوا تسعية ولا أول سنة بتعملوا ريستريت ولا أول سنة بتعملوا قدديس في أشخاص بتروح موقفين ومحكمين بيشاركوا بتحس أنه في إقبال أو لا هيدا مش أساسة طبعا أنا كل يعني أنا كل السنة بطلع كل أحد على سجن رومية وبقدس للشباب كل أحد بسجن رومية بمبنى المحكمية بمبنى الأحداث في عنا أداسات عم بتصير على الأعياد بتلاقي إنه نسبة الشباب أسم الله عليهم كتير كبيرة هلأ كل أحد فيه أعداد متوسطة بس مش متل الأعياد بس مش الكل بيجوا على العيد لأ بتحس إنه الشباب بيجوا بقدسوا كنت بدي أقول شي صراحة هيك ترو دميموار طارية الفكرة ما بأس بس يلي كلنا عم يصير عنا ترو دميموار كيف إذا حضرتك تتغل بهيك مجان يعني شوي بيكون صعب عليك على صعيد النفس ربنا بيعطي النعمة ربنا بيعطي النعمة بكل الحالات أنا يلي بدي أقولوا بهيدا الموضوع إنه نحنا منتعب كل جهدنا كرميل هالشباب بهالمحل هيدا يكونوا عم بيعيشوا الأعياد بطريقة بداية نتليق بالإنسان يلي موجود فيه صح مبارح كان اليوم العالم اللي حقول إنسان كمان يعني هيدا شي منشدد عليه أنه حتى ولو هيدا الشخص ارتكب حياله جرم بدي خبرك رجعت أنت ذكرت وكنت بدي أقول وقت سألتيني عن موضوع إذا بيجي عدد من الشباب بدي أقول لك أنه أنا في عندي كل أحد فيه شباب بيجوا بيعترفوا وهذه شغلة كتير مهمة لأنه برات السجن فيه اعترافات أكيد ولكن والاعتراف شي كتير مهم وأساسي بحياتنا الروحية ولكن بقلب السجن جوا أنه ناس تجي تعترف وأنا بعرف أنه ما عم بيمثله علي لأنه بتعرفي وقت اللي بتشوفي الشخص بشكل متواتر بتصيري تعرفي إذا بيمثل عليك أو لا أنا بعرف أنه بيكونوا عم بيعترفوا وعم بيعيشوا هيدا الاعتراف وأهميته لهالدرجة أوقات كتير فيه إشياء بتصير بتفجأنا أو بنسمعها وبتفجأنا بقلب السجون لأنه في ناس هي بطبيعتها منا موجودة هونيك لأنه تقصدت تقترف هالجريمة هيدا ولكن لأسباب معينة لظروف معينة أو بأكسدام معين بيلاقي حاله هالشخص هيدا وجد بهيدا وهذا المنشدد عليه أبونا أنه الشخص الموجود داخل السجون هو مجبول بعوامل خارجية وداخلية قدت لأنه يرتكب هيدا الجريمة وكثير منهم نحن ندرس هول العوامل لنقدر نلاقي العكوبات اللازمة لنقدر نردع الأشخاص يعني هو شو الهدف من السجن غير الردع ردع الأشخاص الموجودين خارج السجن أنه يرتكبوا جرائم اللي عم تعملوا أبونا هو نوع من إعادة تأهيل بطريقة غير مباشرة إذا الشخص عم بيجي لعندك كل مرة أو عم بيحضر قديس أو عم بيتناول أو ما بعرف شو النشاطات اللي عم تعملوا عم تعملوا برامج قائعة تأهلية من حيث لا تدرون يعني لا تدرون يعني هالأد العمل جوا داخل السجن عم بيكون فعال مع المرشدية العامة للسجون قبل ما أختم معك أبونا ما بعرف إذا سألتك عن موضوع الأعداد فيه أعداد عندك إيها أو لا؟ الأعداد بقلب السجون تقريبا بكل السجون في لبنان فيه حوالي 6140 سجون بكل سجون لبنان ما عم نحكي عن مراكز التوقيف؟ مش عم نحكي عن مراكز التوقيف عم نحكي عن السجون اللي هي موجودة على الأراضي اللبنانية يعني ممكن هو أكتر سجن مقتص هو السجن المركزي حاليا السجن الرومي المركزي السجن الرومي المركزي هو أكتر سجن مقتص وعلى أمل أكيد تجد تلاقي حل لهذا الموضوع لأنه ما مفروضه كان سجن مؤقت ويعني ما رجع عمله السجن الأساسي اللي مفروض كانوا يعملوا شكرا كتير لبجودك معنا أبونا شكرا للمرشدية العامة للسجون ضمن مجموعة هالجامعيات وهالأشخاص اللي عم تشتغل داخل السجن لأنه بدأت تكون عم تساند الدولة بمكان ما لا تقدر تدعمه للأشخاص وتدعم عيالهم كمان أنتوا بترافقوا العيال لأنه العيال كمان هنا ضحايا بذات الوقت يعني حتى ولو عندهم أشخاص موجودين داخل السجن شكرا كتير لبجودك معنا الأب توني ساسينا المرسل اللبناني من المدرية العامة للسجون باللبنان ينعاد عليك ينعاد على كل الأشخاص كمان يلي عم بيشتغلوا ضمن إطار المرشدية مرسي باميلا أنا كمان بدي أشكرك على هالدعوة هايدي اللي دعيتين إياها اليوم ومن خلال برنامج كونو تلفزيون لبنان بحب أنه أشكر جميع المشاهدين اللي تابعونا وبحب أنه عيدون ومتل ما سابقوا قلت إن شاء الله بتكون أعياد سلام أعياد بركة وخير على الجميع على لبنان على الشرق الأوسط وعلى كل الناس إن شاء الله أكيد شكراً لوجودك معنا أبونا مشاهدينا فاصل ومن تابع